موسيقى السلام عليكم بناء على طلب بعض الاخوة والاخوات اليوم رح نعمل هناك شرح عن نظام ايه اقول طبعا بعد ما ممكن تنزيل تطبيق ايه اقول او الدخول عبر اي دولة نظام اي دولة في نظام الباحث ندخل منكتب ايه اقول تمام يأتي عنا هنا ملي اي تيم باكان نظام الطالب التابع لوزارة التعليم الوطنية التركية فدخلنا هنا ايه طبعا بيكون اسم موجود الطالب او الولد ايه فيه تابع للمدرسة التابعة لنظام التعليم دخلنا عن نظام التعليم عن نظام الولد مكتوب اسم المدرسة والامور الخاصة والبيانات الخاصة في الطالب ايه هنا ايه في الازرق مكتوب ولي بالقلندرما السيستامي بالان يتم الارتباط الى نظام ابلاغ والي اولي الطالب ايه طبعا دخلنا ايه هنا ايه نتابع دوام نضغط على كلمة دوام نتابع النظام هلا ايه الان موجود عندنا كافة المعلومات المتعلقة في المدرسة المتعلقة في الطالب اذا دغطنا على اليسار في عندنا من الجهة اليسرى موجود ثلاثة خطوط في اعلى الصفحة نضغط عليها في عندنا اسم الطالب واي صف موجود اه موجود عندنا اه بيانات الانتحان اه كل ما يتعلق في حال قدم اه الطالب الانتحان ثيرا قامو باسب ويصد والانتحان وفي عندنا الى وهو بيانات الطالب طبعا في الاسفل كل ما يتعلق من البيانات المتعلقة في الطالب من اعلانات ال ديور الرر الى وهو كل ما يعلن بخصوص الطالب او ما يتحدث عن الطالب ديفان سيدك في تلك Imgc معلومات اذا ثان Hubble اذا ada اثار هنا غياب ما غياب يتعلق بغياب الطالبнего завيخ بلقيسي اللي هو العلامات والنقاط التي يحصل عليها الطالب في المدرسة في عنا الهفتة لك درس بلقرامي اللي هو برنامج الأسبوع للدراسة كل الدروس لدرسة الطالب في عنا سيناف في بروجي اوديف تاريه لري اللي هو تاريخ الامتحانات وكل ما يتعلق في الوظائف القديمة الطالب برس ادامي بالقلالي بيانات اذا كان هناك منحة او شيء من المستحقات يحصل عليها الطالب من وسائل معينة اودي بالقلالي الوظائف التي حصل عليها بانسيون ادامي بالقلالي اللي هي اذا كان هنا مثلا مقيم في سكن معين طلابي وكذا اكدوا كتاب الارفي هناك نوعية من الكتب يتم كراطة في المدرسة عند المدرسة دورة نيشنوتري اللي هو السلوك علامات السلوك وبعد علامات اخر السنة او اخر الموسم اذا في هناك حالة نقل للطالب طبعا ممكن المعرفة هناك هناك ايضا اللي هو اذا كان هناك اي بيانات تتعلق في العلامات الطالب طبعا بشكل عام المتوسط العلامات في عندنا اللي هو اه هنا اذا في كان هناك اي نقل او نقل اتعلق من مكان لمكان او اه امور اتعلق في الطلاب في عندنا ايضا اللي هو الطعام احيانا يكتب احيانا لا يكتب وعدم اذا كان هناك مثلا المبيت معين للطالب في سكن الطلاب معلومات عن سكن الطلاب اذا كان هنا غياب واتأخر وكان مبيت الطالب طبعا هذا سكن الطلاب يكون تابع للمدرسة اذا كان الطالب خارج الدوام او خارج المتابعة يتم كتابة هناك معلومات عن ذلك صالك لا يلقي لي في سكزال ويقول له كارلس اذا في كان هناك مشاكل صحية تتعلق في الطالب وهذا باختصار هذا البرنامج فاي بيانات او اي معلومات ان شاء الله نحن ان شاء الله ننقصر بكم اهلا وسهلا